موسيقى أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة قيام الميليشيا الحوثية بإحالة عشرة صحفين للمحاكمة في محكمة متخصصة بالإرهاب وإنحكاست ذلك على سير الفاوضات الجارية في ملف الأسر أكدت الحكومة أن إحالة ميليشيا الحوثي للصحفين والسياسين للمحاكمة تقف عقب أمام تبادل الأسرى والمعتقلين وقال رئيس لجنة تبادل الأسرى عن الوفد الحكومي هادي هاج في تغريدة لو على تويتر أن الحكومة تنتظر موقفا واضحا من غريفث ومسؤول الملف معين شريم من جهتها أكدت نقابة صحفين اليمنين رفضها وإدانتها حالة عشرة صحفين مختطفين لدى الميليشيا بصنع إلى محكمة متخصصة بالإرهاب ودعت نقابة المنظمات الدولية للضغط من أجل إطلاق صراحة صحفين محملة الميليشيا المسؤولية نتوقف عند هذا الموضوع أو الخبر اللي نناقشه في محورين لماذا تعمد الميليشيا إلى تعقيد ملفات التفاوض المقترحة في ملف ستوكولم وكيف يمكن فهم قيام الميليشيا بمحاكمة عشر صحفين في الوقت الذي تجلس فيه في قاعة التفاوض نبدأ النقاش بعد التقرير يد تمسك أوراق التفاوض وأخرى توثق الأغلال هكذا تتعامل الميليشيا مع ملف الأسرى والمعتقلين فبينما تتعصر المفاوضات يوما بعد آخر عمدت الميليشيا إلى إحالة العديد من الصحفيين والسياسيين للمحاكمة وهي خطوة رأت فيها الحكومة عقبة جديدة تقف أمام تبادل الأسرى والمعتقلين رئيس لجنة تبادل الأسرى عن الوفد الحكومي هادي هيج قال في تغريدة له على تويتر إن الحكومة تنتظر موقفا واضحا من المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين جريفث ومسؤول الملف معين شوريم نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت هي الأخرى رفضها وإدانتها إحالة عشرة صحفيين مختطفين لدى الميليشيا بصنعاء إلى محكمة متخصصة بالإرهاب ودعت النقابة المنظمات الدولية للضغط لإطلاق سراح الصحفيين محملة الميليشيا المسؤولية إذن هو تعقيد آخر يضاف إلى تعقيدات ملف الأسرى الذي رأت الأمم المتحدة أنها قد تحقق من خلاله اختراقا في جدار الأزمة اليمنية لكن الواضح الآن أنه تحول إلى ماراثون طويل من اللقاءات العبثية التي لم تسفر عن أي تقدم واضح وهو ما يعني أن تجزئة القضية اليمنية التي اتبعها المبعوث الأمم مارتين جريفث تصدم هي الأخرى بمماطلة الميليشيا وتعنتها المعروف أرحب بضيوفنا في هذه الحلقة وأبدأ النقاش مع ضيفنا من سويسرا أعود نقابة صحفيين الزميل نبيل وسيدي أهلا بكسر نبيل وأيضا سينضم إلينا من القاهرة مدير مركز الدراسات بوزارة حقوق الإنسان وليد الأبهرة أبدأ مع الأستاذ نبيل الأسيدي إذا كان يسمعني أستاذ نبيل أهلا بك أسمعك أهلا وسهلا بكم برأيك لماذا في ذات الوقت الذي تفاوض فيه الميليشيا في ملف الأسرة هي تقدم على خطوة محاكمة الزميلة الصحفيين العشرة في صنعاء الأمر بديهي بالنسبة لتلك الميليشيات هي الآن تريد الضغط على الحكومة الشرعية في الكثير من القضايا بما فيها معتقلية الرأي والمعتقلين السياسيين هي أولا تريد شرعنة عملية الاختطاف التي تمت لهؤلاء الصحفيين منذ أربعة عوام وشرعنتها من خلال محاكمة هزلية وتهم مطاطية كما ذكره بأنها تعاون مع العدوان ونشر أشياء تؤيد العدن وما إلى ذلك من هذه الاجتهامات المطاطة أيضا كانت هناك نية مبيتة منذ فترة طويلة منذ اعتقال الصحفيين والسياسيين عبرت عنها نقابة الصحفيين أكثر من مرة وقالت بأن تلك الميليشيات تنوي اعتقال الصحفيين واستخدامهم كورقة سياسية تفاوضية منذ المفاوضات الأولى في جنيس 2 وأيضا المفاوضات الكويت كان للنقابة رأي واضح ولديها معلومات كاملة بأن ورقة الصحفيين ستكون ورقة سياسية فقط لا غير وأن الاعتقالات للصحفيين ستتواصل ولن يكون هناك أي رادع أمام تلك الميليشيات لاعتقال المزيد من الصحفيين والمدنيين من أجل نقطة واحدة هو هدفهم في الأخير عملية تبادل الأسرة بحيث أنهم يبادلون المقاتلين الذين أسروا في الحرب مقاتليهم الذين أسروا في الحرب بشخصيات مدنية وصحفية وطبعا سترتفع تكلفة المقابل أو البديل بمعنى أن المواطني سيتم مبادلتهم بمقاتلين بينما الصحفيين والسياسيين والمحامين وغيرهم من النشطة سيتم استبدالهم بعشرات المعتقلين يعني مثلا واحد مقابل عشرة مثلا مثل هذه الأمور الهدف الرئيسي الآن من محاتمتين هو محاولة للمزيد من الضغط مثلا بدأوا بإظهار محمد السياسي محمد قحطان وأيضا بأنه مزقون وفق قضايا معينة مرفوعة ضده وأيضا الكثير من الصحفيين والناشطين سيتم محاكمتهم لحتى يظل الملس مفتوحا سيقولون أن هناك أسرى سيتم مبادلتهم لكن هؤلاء هم مرتكبي قراءة جنائية ومعكم عليهم بالقضاء وبالتالي لا يمكن الإفراق عنهم هناك محاولة للاتفاف على اتفاق السويد هم يلتفون على كل اتفاقات بل أنهم يلتفون على الاتفاقات التي حتى هم التي أتوا بها يعني مثلا اتفاق السلم والشراكة الذي فرضوه بقوة السلاح التفوا عليه فهذه طبيعتهم نذهب لأستاذ وليد مدير مركز دراسات في وزارة حقوق الإنسان أستاذ وليد كيف تفهمون أنتم في الحكومة الإقدام على هذه الخطوة خطوة المحاكمات وإظهار القضايا الجنائية على من هم مشمولين بالكشف المقدم من قبل الحكومة بسارة خير لك وللأستاذ العزيز نبيل وكيفة الأستاذ المشاهدين أولا دعني أخبرك بأن التوقيت الذي أعلمت من خلاله عصابة الحصين الإرهابية 30 بجموعة من الصحفين و10 من الصحفين للمحاكمات في ظل الاستمرار في المفاوضات لتنفيذ اتفاق السكم سواء فيما يتعلق الانتحاب وإعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة أو فيما يتعلق تبادر الأسراء فيما يتعلق بتبادر الأسراء دعني أخبرك شيئا الحوثيون إلى حد ما نجحوا بشكل أو بآخر كما تحقق الأسراء العزيز في عدم الموامة بين الأسراء بمعنى كان يفترض في اتفاق الأسراء أن يتم تحديد من هم المقاتلين ومن هم أسرى الحرب ومن هم المعتكلين والمقصطفين والأسراء ويتم تعريف هذه المفاهيم بشكل واوح وبموجبها يتم التبادل على الأقل يتم استفزال رجال الحرب أو أسر الحرب بأسراء حرب آخرين إذا كانت في الاعتبار وأيضا استفزال المدنيين بالبدلين إن وجد ولا يوجد هناك في الحكمة الشرعية مقصطفين مدنيين ينتمون لهذه الميليشيا كل المعتقلين هم إما أسرى حرب وإما كانوا عناصر مع الميليشيات وإما أشخاص مرتبطين بشكل تنظيمي ولديهم أهداف وأجنزات تخريبية وأيضا إرهابية داخل الجمهورية الليمانية فيما يتعلق بأسرى الحوثيين ومخصطفينهم والذين يفتعون في زنازلهم نحن ندرك وبشكل واضح على أن الحوثيين استخدموا هذا المنط لعدة أسلاب هدف أولا اعتقال أكبر قدر ممكن من نشطاء الرأي ونشطاء السياسة والإعلام أولا لإخماد حرية التعبير داخل المناطق التي سيطرون عليها وهم قاموا أيضا باشتكاث الصحافة وأيضا وسائل الإعلام الموجودة داخل المناطقهم ولم يبقى هناك إلا صوت واحد فقط وقوة الميليشيات ولا آخر له وأيضا فيما يتعلق بستجراء السياسيين وقد كانت هذه الميليشيات في محاولة منها لإضعاف وأيضا اتزاز الجهات السياسية والذي تقفل موقف معارضة منها بالإضافة إلى قاموا بإجراء عملية اعتقال واسعة كانت هدفنا هو الإسراء بالفعل قاموا بالإتزاز الكثير من العائلات السرية وأيضا العائلات الكبيرة والعائلات المتوسطة وتم إتزازهم بمبالغ كبيرة جدا وأيضا هناك عملية إسراء غير مشروع ويمكن الحديث بأنها مشينة في مجموعة أحوال وكان ملط الأسراء إلى حد الآن يميل في مصلحة الحروسين إلى حد ما لأن الحكومة قررت أن تقدم مجموعة من التنازلات في مقابل أيضا المواطنين بالفعل عملية المتوسطة الأسراء هي حالة إنسانية صعبة جدا وتعاني منها الأسر وإلا أنه هناك تضارب وانتصام حقيقة فيما تفريحات واتجاهات الأمم المتحدة وما يقومون بمضمها تلسلون على الأرض على سبيل المثال الأمم المتحدة وغريفوس عادة ما يطبقون تفريحات قيع الأمل في وسائل الإعلام بينما الأسراء وصعد رأينا قبل أيضا إعدام العشر الصحفيين أو محاكمة العشر الصحفيين بطهم إرهابية وهم الجماعة طيب أستاذ والد سأعود بأسألك عن هذه النقطة وتحديدا موقف الحكومة إذا ما مرت الأمور وفق السيناريو الذي طرح الأستاذ النبيل الأسيدي أن الهدف ربما من إحالة الزملاء العشر الصحفيين إلى المحاكمة وإعلان بعض الأسماء الموجودة في كشف الحكومة على أن لديهم قضايا جنائيا للهدف إخراجهم من عملية التبادل لكن أعود مرة أخرى لأستاذ النبيل وسيد السيد النبيل باعتقادك ما هي انعكاسات هذه الخطوة بحالة الزملاء الصحفيين للمحاكمة على التفاوض على ملف التبادل الأسرى والمعتقلين طبعا أحب أن نوضح أيضا أنها ليست المرة الأولى التي يصرح بها تصرح بها الميليشيات بحالة الصحفيين إلى النيعب القزاية المتخصصة وإلى المحاكمة ربما هذه ثالث مرة التي يتم استغلال هذا الأمر ومحاولة شرعنة قضايا اختطافهم وإخطائهم قصرا الأمر الآخر أن هذه المحاولة هي أيضا رسالة لكافة النشطاء والمدنيين والإعلاميين بأنهم سيتم محاكمتهم وسيتم أيضا يعني اعتقالهم بطرق يعني يرونها بشكل أو بآخر لها علاقة بالقانون بالنسبة إلى النتائج المفاوضات أو إلى انعكاساتها على ما سيتم هذه أوراق ضغط يعني يستغعبون بها كيف ما يشاءون من أجل الضغط على الطرف الآخر وعلى الحكومة لتقديم الكثير من التنازلات أيضا لالتفاف على الاتفاقات المقرة في السويد والخاصة بتبادل الأسراء الكل مقابل الكل مع أنني أراها شخصيا ظلما فادحا في حق المعتقلين بحيث أن أغلب المعتقلين لدى الميليشيات هم من المدنيين والإعلاميين وأيضا الشرائح المختلفة بينما هناك خلة من المقاتلين بينما الأسراء لدى الحكومة الشرعية هم من المقاتلين الحوثيين وبالتالي سيكون هناك أيضا لا يوجد الضمانات أكيدة لعدم اعتقال مجموعة أو فوق جديد من المدنيين والناشطين بالإمكان أن يتم تبادل الأسراء في هذه الفترة ولكن ما هي الضمانة لعدم اعتقال الصحفيين والناشطين والمدنيين في المراكة القادمة من قبل الميليشيات الحوثي لقيامهم بجولة جديدة من المفاوضات وإطلاق الأسراء مقابل مقاتلهم الحوثيين الآن يلعبون بطريقة المفاوضات على الطريقة الإيرانية في مفاوضاتها النووية التي استمرت في سنوات طويلة هناك خبرة استقطبت من الأداء الإيراني في عملية المفاوضات وبالتالي ستطيل هذه المفاوضات لفترات وسيخترعون الكثير من الأشكاليات الاتفاق السويد كان يحتم عليهم أن تبدأ عملية الأولى من إطلاق الأسرة في 15 يناير نحن الآن في 21 فبراير يعني بعد أكثر من شهر من الاتفاق المفترض أن يتم تنفيذه بالتالي هم يحاولون كسب المزيد من الوقت لأن بقاءهم في السلطة ولفترات أطول معناه هو ترسيخ دعائم دولتهم أو فكرتهم أو حضورهم على المستوى السياسي والدولي وبالتالي هم الهدف الرئيسي من هذه الإقراءات مثلا إحالة سياسيين إلى المحاكمة وصحفين إحالتهم إلى المحاكمة وغيرها من الإقراءات هو الهدف منها إطالة فترة المفاوضات بحيث أن تنشغل الجهة الحكومية أو الحكومة الشرعية بإقراءات ثانوية مثلا قضية محمد قحطان أخذت فترة من الانشغال بضرورة الإفراق عنه وأنهم يخرجوا هذه المحاكمة وأن هناك أمر بالإفراق عنه منها للقبيل الآن في هذه المرحلة موضوع الصحفيين سيتم إجراء بفترة معينة وبعدها سيخترعون فكرة جديدة لأجل إجراء الرأي العام عن القضية الرئيسية وهي الموضوع الحديدة وإعادة الانتشار وأيضا إطلاق الأسرة وأيضا بقية الإجراء حدفهم الرئيسي والإتفاق على حل سياسي وفق ما يسموه بالإطار السياسي للحكم أشكرك جزيلا نبيل سيدي عضو مجلس النقابة الصحفيين كنت معنا من سويسرا عد لضيفي الأستاذ وليد أستاذ وليد إذن هل سيكون هناك موقف واضح من الحكومة فيما يخص حالة الصحفيين إلى المحاكمة وبعض الأسماء الموجودة في قوائم الحكومة للمحاكمة بدواعي قضايا جنائية أكيد الحكومة اعتبرت ما قام به السوسيين سواء حكم الإعدام السابق بحق أسماء العميسي ومن ثم الإجراءات التي تقوم بها بجهة الصحفيين اليوم اعتبرته طعنة في قلب اتفاق الشتوكورم خصوصا فيما يتعلق في تبادل السراء على الرغم أن السوسيون في هذا الملف في الفعل يماطرون وهناك نقطة جوهرية فيما يتعلق هذا الملف وعدم اكرافين بالمتقرين والأسرة والمخطفين الموجود عليهم وبعد مشاورات مبنية في الأردن اعترفوا فقط بألف وخمسمائة أكبر ومخطف لديهم بينما لا يزالون ينكرون هذه الأسماء وحينما حاول الوسط الحكومي الانتخال إلى مرحلة أخرى بحيث يتم الإخراج عن من تم الاعتراف عنهم في مقابل أن تستمر المفاوضات في من يتم الاعتراف بهم على الأقل وبالتالي رفض الحوثيون هذا المختلف ونحن في هذا الصف نتحدث عن المشاورات بما يتعلق ملف الأسرة كان الحوثيون بالفعل قد عرسلوها وعلى الرقم من محاولة كريتس أو مكتبه الاستمرار في هذه المفاوضات تعالى وعزا يمكن أن يلتزم الحوثيون بما اتفقوا عليه في أو بما اتفقوا عليه في الاستقال إلا أن ملف الأسرة إلى الآن لا يزال ملف الشائك ومعقد وأيضا هذه الممارسات التي تأتي من قبلهم أيضا هي ممارسات استفزازية وتعكس عن مدى تفعيدهم فيما يتعلق بملف المعتقين والأسرة على ما يبدو على أن هناك تناقض جدا وهذا في الحقيقة جزء من تكولوجية الحوثيون فيما يتعلق بأداءهم على الأرض وفيما يتكلمون عنه يقفون على طاولة الحوار فيما يتعلق ملف الأسرة ومن ثم يقومون بإحالة الصحفية المحاكمة وإذار حق بما يتعلق بأثناء العميسي هذا أيضا أشبه بما يتعلق بما حدث أثناء الفوار المواطنين كانوا يجلسون على طاولة الحوار بينما من المشياتهم في تشكاح المديريات في صعدة وعنبان وبالتالي هذا الشلوك قديم نحن نألفه بشكل نألفه وأضاء صحنا أن نعرفه جميعا سواء المواطنين أو الحكومة فيما يتعلق كان يفترض في ملف الأسرة بشكل أو بآكر منذ البداية أن يتم الضغط على الخوطين بعد السماح بخروج مقاتليهم للعلاج أو عناصرهم للعلاج المقابل أولا الاعتراف بطوام الأسرة هذا الملف بالفعل ربما ينتج عنه أزمة أخطر مما هي قائمة الآن بمعنى ربما أن الخوطيون بشكل أو بآكر قاموا بعمليات كاثل داخل السجون وأيضا بعمليات تصفيات واسعة وبالتالي هم لا يستطيعون إلا المناورة أيضا والتفعيل في هذا البلد لأنهم لا يستطيعون الاعتراف بأن العديد من الأسرة قد قضوا نحبهم داخل السجون في التعذيب أو ربما أن هناك بعض المعتقرين بالفعل لا يزال تعرضت صحتهم إلى أضرار كبيرة أثناء التعذيب وبالتالي هم الآن لا يريدون أن يذهبوا بالتجاه على حالة هذا الملف هناك الفعل الكثير من الغموض يكتنز هذا الغموض نأمل في الأيام القادمة أن تستطيع الأمم المتحدة بشكل أو بآخر الضغط الضغط على الحوثين في الفعل كي يتم الانتزام بالفعل وأن يتم الإفراج عن كافة المعتقرين والأزرى والمقتطفين لأن هذا الملف إنساني خصوصا وأن كل ما يلام هذا الملف يؤشر أو يؤثر بشكل أو بآخر بالضحايا الغير مباشرة بمعنى أهالي المعتقلين هؤلاء بالفعل يتضررون بشكل كبير جدا أو بصفلحات التي يتم إطلاقها من خطر الحوثين من هنا وهناك ويتم التلعب بعصابهم ونتمنى أن لا يستمر هذا الملف عرضة مثل هذه المناورات المشينة حقيقة والتي تنتهيك القوم الدول إنساني جد واضح نعمل أن يتم البت فيها في أسرع وقت أشكرك جزيلا أستاذ وليد الأبارة مدير مكتب وزارة حقوق شكرا جزيلا لك مركز الدراسات أرحب بضيفنا من فينا رئيس منظمة سام الحقوق الحرية الأستاذ توفيق الحميدي أهلا بك إلى أي حد هذه الخطوة بإحالة والبدء بالمحاكمة لزمارة الصحفين هي تعقد الأمور في ملف التبادل الأسرع مساء الخير لك أولي ضيفك الكريم وحقيقة هذه ليست أول خطوة يمكن أن تتخذها جماعة الحوث الحوثي ودائما نتحدث بأن مثل هذه الخطوات تعرق الموضوع تبادل الأسرع الحقيقة أن موضوع تبادل الأسرع كان منذ بدايته موضوعا مفخخا ونحن منذ التوقيع والحبر لم يقف قلنا بأن هذه الاتفاقية ملغومة للأسف الشديد لا أدري هل هناك عدم خبرة في إدارة هذا الملك من قبل الحكومة الشرعية التي أوصلت هذا الملك إلى هذا الوقع الذي يزداد كل يوم اليوم مع هذه الخطوة وقبلها خطوة كان من المفترض على الحكومة الشرعية أن تكون واضحة تعلن انسحابها من ملف تبادل الأسرع وتضع المجتمع الدولي وأمام وقائع ثابتة تصدر بيان واضح تكشف فيه ألاعب الجماعة الحوثي نحن الآن نعد بيان في منظمة سام وأمامنا محاضر تحقيقات النيابة القزائية التي أحالت المتهمين الملف الأول في 1 يناير 2015 يتحدث بكل وضوح على أن هؤلاء المتهمين وعفونا الصحفيين المعتقلين لم يتم يدخلهم في صفقة تبادل الأسرع وبالتالي يجب استدعاءهم للتحقيق المحضر الآخر كان في 9-9 سبتمبر عام 2018 أي بعد 9 أشهر ويتحدث أذوا النيابة بنفس المنطق على أن هؤلاء لم يدخلوا في عملية تبادل الأسرع وهم في سقون الأمن السياسي وبالتالي يجب استدعاءهم للتحقيق الموضوع الأهم على أن الوفد المفاوض في ملس تبادل الأسرع هل يعرف معلومات دقيقة على المعتقلين هل يعرف تفاصيل الإقراءات التي تتخذها جماعة الحوض إن المفترض أن تكاشف العالم بما يدور أن تضح كل شيء الحكومة الشرعية العسف الشديد والوفد المفاوض الحكومة الشرعية لهذا العام نحص بأنه وفد عاجز يستجدي الخطاب الذي كان من وزارة حقوق الإنسان قبل قليل نتمنى من الممتحدة نتمنى من الوفد المفاوض جريفت قبل يومين يشيد بالتزام جماعة الحوض والتزام عبد الملك الحوض شخصيا باتفاقية السكهول أين هذا الالتزام نحن حقيقة نعاني الحكومة الشرعية تعاني عجز مريع لا يمكن لأحد يتقبله فعلا رئيس لجنة التبادل أسرع عن وفد الحكومة هادي هاجز في تغريدة على تويتر يقول أنه يطالب جريفت باتخاذ موقف واضح والضغط على الميليشيا فيما يخص خطوة المحاكمات الصحفيين ما الذي تتوقعهم من استجابة من المنظمات الدولية أنا أدعو المنظمات الدولية لن تتحرك المنظمات الدولية لن تصنع شيء هذه تقربة أربع سنوات المعتقلين في شقون جماعة الحوتي الصحفيين في شقون جماعة الحوتي تقوله في 2015 ماذا عملت المنظمات خلال أربع سنوات ما حكى جلدك غير ضفرة إذا لم تكن الحكومة الشرعية وإذا لم يكن الوفد المفاعد عند مستوى المسؤولية في إدارة هذا الملف يجب أن يعلن استقالته للرأي العام ببيان واضح ومزمن وتاريخي للرأي العام بما ترتكب جماعة الحوتي ويتنصل من هذه المسؤولية أما بهذا الشكل هذا الاستقدار أنا أطالب أنا أتمنى كان قبل ذلك ونالك تغريدة تواصلت مع رئيس الوفد المفاوض الحوتي وأعادني بأنهم سيتركون بيت منزل محمد كحطان هذه ليست لغة مفاوضين وهؤلاء أناس لا يمكن أن يعيدوا القضية لمسارها الطبيعي لنكن واقعيين أربع سنوات ماذا تنتظر الحكومة أشكرك جزيلا نستوى التوفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات من فينة وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة في الختام تحيط طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم الزامي المهرب ولمشف يعمل